ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في لت الثلاثة؟ اه كنا هنقول هو ده كرسي في الكولوب ولا الايد الخبيثة هي اللي بتلعب؟ في ايد الخبيثة؟ كل شيء كان ماشي كويس لحد اخر ربع ساعة في شب تاني طوالت احداث غير مبررة ليس لها اي مصوق انت كسبان بتؤدي بشكل طيب بتاخد حقك من التحكيم محسوب لك ضربتين جزاء جايب اربع تجوان والدنيا وردية والدنيا وردية والدخول كان منظم مفيش تدافع والناس قابلت انما يعني خمس سلاف واحد يروحوا ومحصلش اي تكدس برا لكن ازاي؟ خففيش الظلام ازاي يعدوا اليوم دقيق يعد على خير؟ هم موجودين لزرع مشكلة في توقيت دقيقة اتنين وسبعين هذا تربص هذا مش طبيعي لكن لما تيجي وانت بتتكلم كل ناس رايحت مخل الالترس ومش عارف ايه طيب بصت لهاي الالترس بيتبرقوا من الموقف طيب عشان كده دي نقاط محددة وفارقة ولازم ان نقف عندها اللي لا دي كتير في علاقة الاهل بجمهوره جمهوره كله والموقف اللي حاصر في الاستاد مبدئيا مجلس الادارة فور وقوع هذه الاحداث نظرا لجسامتها ودللاتها والايدي الخبيثة اللي بتعبس فيها بدر المجلس باصدار بيان استنكر مجلس ادارة النادي الاهل التصرفات غير المسؤولة لقلة من الجماهير حضرت مباراة النادي الافريقية امام فريق مونانا الجابوني واصدر المجلس بيانا صحفيا اكد فيه اعتزازه بجمهوره العريض دي النقطة المهمة عشان اللي بيقولك الاهل بقى جمهوره والاهل تخلى عن جمهوره والاهل فرط في جمهوره يبقى شايف حقيقة الامر ايه ده البيان الرسمي لمجلس الادارة اكد فيه اعتزازه بجمهوره العريض وسعيه الدقوب بالتنسيق مع اتحاد الكرة والانديها الجماهيرية واجهزة الدولة لعودته الى المدرجات عودة الجمهور مرة اخرى الا انه مجلس الادارة يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض اثارة الفتنة والتطاول على مؤسسات الدولة ومسؤوليها التي تبزل جهدا كبيرا من اجل النهوض بمصر على كل المستويات ويحمل لها مجلس ادارة النادي احتراما وتقديرا كبيرين في ظل جهد مخلص تبزله الحكومة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ويضيف بيان النادي الاهلي ان النادي كان حريصا على خروج هذه المباراة بصورة انتليق باسم النادي وجماهيره العريقة لتكون بمثابة الانطلاق الحقيقية نحو الطي صفحة المت الجميع خلال السنوات الماضية وجاء الخروج عن النص من قبل هذه المجموعة ليثير الدهشة وعلامات الاستفهام ويعود بالمحاولات المضنية التي يبزلها مجلس الاهلي من اجل عودة الجماهير الى المربع الاول ويبقى النادي الاهلي هو المتضرر الاكبر من عدم الحضور الجماهيره ونشد مجلس الاهلي في بيانه جماهير النادي والجماهير المصرية على مختلف ميولها التمسك بالقيم والاخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية مثمنا دور كل اجهزة الدولة ليس فقط في حفظ الامن للمواطن ولكن ايضا في مواجهة الارهاب الاسود وتضحياتهم البطولية من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن ده بيان مجلس ادارة النادي بعد ربما دقائق قليلة او سوايعات قليلة من انتهاء هذه المباراة هذا البيان وضع النقاط على الحروف بشكل واضح وبارس هسمع رأي المهندس عادل فيها لكنه الاعتزاز او اعتزاز النادي الاهل بدور جمهوره حرصه على جمهوره التأكيد على سعي الدقوب لعودة الجمهور للمدرج جنبا الى جنب مع رفض اي خروج عن هذا السلوك الرياضي اللي مثل دايما وابدا سابت من السوابط المهمة والتاريخية للنادي الاهل جماهير وادارة ثم التأكيد بشكل واضح وثابت على اعتزاز النادي الاهلي وتثمينه وتقديره واحترامه لمؤسسات الدولة جميعها ودورها الكبير جدا اللي بتلعبه في هذا التوقيت الحارج من عمر الوطن في امن وسلامة اراضي الوطن والدفاع عن كل مقدرات مصر ثم السعي بقوة نحو تحقيق تنمية شاملة والنهوض بهذا الشعب اعتقد دي معاني كانت واضحة وبارزة ومهمة بشموندس ولا تقبل المزايدات البيان دقيق مناسب شامل بيوضح موقف النادي الاهلي الحقيق من كافة الزوايا ولكن الذي يدهشك انك هتبص تلاقي مباراة زي دي انت خايف من التكدس الخارجي وبتاعه واخده بسكة مسألة تنظيمية الموضوع مازال التربص موجود لان في التوقيت ده انت عندك انتخابات رئاسية ها زيارة مهمة مجهود حربي وتضحيات وشهداء نهاردة لازم لازم ننعي شهداء الوطن اللي كل يوم مش هنقود بتوع النهاردة ولا بالامس والمرشعي اللي شهده غدا وبعد غدا كل من يضحي بروحه من اجل الوطن ايه الدلع اللي احنا بندلعه ده فيه اثر بتقدم شهداء عشان انت تأمن عشان تيجي ترميلي وتقصرلي وتولعلي شمروخ وتقصرلي كرسي ايه الدلع ده ايه يعني احنا كبرنا بقى ومش هنقود بقى نلف وندور حولينا الامور يا صد برايب ايه اللي يزعل يزعل الالتراس بيتصل وبيقول ان قابضوا على ناس مش هم طيب مين هم قولوا عليهم عشان ما تقبتش على ناس مش هم في حالة الفوضى ييجي يقولك ايه انا ابني والله استاذ عدي ما تعرفش حد في الداخلية مش عارف اعرفه ازاي عامل في وقت ما حدش بيعرف حد فيه يقول لي ايه اصلا ابني كان وقب يتفرج على مظاهرة حصل فوضى وضربه وفاجأة خدوه خدوه عشان لقوه بيجري قصة هدأ او المظاهرة صندوق الدنيا وقب في تفرج وبعدين لا الناس بتجري جري امن حيعمل ايه الناس في حالة الماس او في الجمهرة او في الزحمة هتقبض على الناس اللي في المحيط ده لحد ما اتطلع من المية اللي حتقبض عليهم العشرين اللي ورا القصة دي بخلي بالك فيه ناس بتعمل الغلط وهي مش واخد بالها ها ها يعني هي مزقوة سلوك الجمعي كمان ها هي مزقوة بس مش فاهم ان الموضوع مقصود ان يؤدي به اه الى هذه اللحظة هو يتاجر به هو عايزين اه بيفكر الموضوع انك انت تخش الاسم تشرط نفسك بالموس عشان تودي الزبط في ده اهو انت الوقت عايز يتقبض عليك فيه ناس بتبقى رايح عايز يتقبض عليك ويتقبض علي ناس ملاش دعوه عشان نبتنى خش هقول انسان والقبعه والنغمة اللي خلاص حفظناها كلنا ومش طاليا يعني لا تنطالع لأحد احنا النقطة الايجابية في هذا الامر ان الالترس نفسهم شايفين الوضع المرة دي غلط وقالوا احنا ملاش علاقة بهذا الامر طب خليني برضو الفة نظرك ونظر لسادة المشاهدين اللي بقانوا الالترس زي ما ظهر ما تيجي نقرازة هم يعني فصيل من فصائل الجماهير الاهلي شأن كل جماهير الاهلي اللي بنعتز بيهم جدا وبنقدرهم وبنثمن دورهم التاريخي مع النادي اصدر اولترس اهلاوي بيانا يتبرأ فيه يتبرأ فيه من احداث الشغبة التي شهدتها مباراة الاهلي ومونانا الجابوني في زهاب دور الابطال علاقة صفحة اولترس اهلاوي على فيسبوك بهذه الكلمات بعد اكثر من ثلاث سنوات يعود جمهور الاهلي الى الاستياد التاريخي في القاهرة ليسطر خطوة جديدة نحو عودة الكرة الى وضعها الطبيعي وعودة الجمهور المسند والعاشق دائما لفريقي اولترس اهلاوي جزء لا يتجزى من جمهور الاهلي العظيم يثبت حسن نواياه مرة تلوى اخرى لتعود منظومة كرة القدم الى الحياة تواجدت المجموعة اليوم في المدرجات لتشجيع الاهلي فقط وما حدث غير ذلك ليس لها علاقة به جمهور جملة دي انا هعلق به على كذا حد اه اعلق على مقالة انا كاتبها طيب هنا علق الى اول عشان انا هعلق على التعليق تلات نقاط مهمين نقطة الاولى انه ربما كان ده من حسن الطالع انه هذه المباراة تحديدا عدد التذاكر المباعة او اللي توافع عليها الخمس تلاف بيعت بالكامل من خلال السيستم بتاع النادي الاهلي في بيع التذاكر عبر السيستم النظام الالكتروني النظام الالكتروني يعني كل واحد اشترى تذكرة سجل بياناته وسجل بياناته هنا ده مش لانه اتقال الحق الاهلي سلم جمهوره للامن واد قاعدة البيانات للامن هو الاهلي لا يملك يحجب معلومة عن جهات التحقيق انتم بتتكلموا على قرار النائب العام بتكليف نيابة امن الدولة العليا بالتحقيق في هذا الملف فانت هنا انا لما باخد التذاكر او بصرف التذاكر من خلال السيستم عالميا ودوليا وفي اجراءات الحماية في الملاعب الهدف منها حفاظ الارواح حماية هذه الارواح اللي موجودة في الملعب دي مسئولية النادي المنظم النادي المنظم لهذه المباراة عنده مسئولية جنائية مسئولية جنائية كاملة هو كمنظم عشان كده مدير استاد بورسعيد مازال في السجن مدير النادي المصري في بورسعيد مازال في السجن خد حكم جنائي ليه لان هي دي مسئولية النادي المنظم هو انا لما باخد اسمك ودي لك تذكرة انا مش باخد اسمك علشان هنبقى اصحاب ومش باخد اسمك عشان اهددك بيه دي انا باخد اسمك علشان انا عندي مسئولية جنائية عليك انت الكرش ده قاعد علي فلات بس ويوم ما تكشر حيدفع تامنه فهي دي الفكرة فكرة ان انا لما ادي الاسماء لجهات التحقيق انا بقوم بدوري في حمايتك انت والحفاظ عليك انت لو انت مخل لو انت متجاوز لو انت اخطأت لو انت اجرمت فانت المسئول مش هنا وبالتالي انه يقول الترس اهلاوي احنا ما عملناش حاجة رائع جدا يبقى ما اسمعش كلمة حد الاهل سلم جمهوره هذا الجمهور اللي موجود في بيانه قال ان احنا ملناش دعوة يبقى نشوف مين اللي له دعوة مين اللي له دعوة في البحث الجنائي اداة الجريمة سابتة وواضحة انه برضو زي ما فيه اسماء فيه كاميرات مرأبة مصورة والنيابة العامة اول حاجة عملتها حطت ايديها على الصور اللي موجودة في الكاميرات هنا نتمنى ونسق وننتظر انه فعلا كل واحد يوجه اليه دليل اتهام يكون فيه دليل مادة عليه وزي ما قلتلكم فيه تصوير هيكون خطأ كبير جدا انه حد مجرم يفلت بجريمته زي ما هيكون من القاسي جدا على اي حد انه فيه حد مظلوم او بريئة ظلم بس مدام فيه جسم مادي مدام فيه ادات جريمة مدام فيه صورة المسرح للاحداث يبقى كل واحد اللي كان سلوكه كويس محدش هيمسه واللي اخطأ وارتكب وكسر وحطم وعمل كل الخروج عن القانون لا يحسب الا بالقانون الامور هتتضبط جدا في الملاعب وفي كل مكان لما فعلا نفرض سيادة القانون نتمنى يا سيد إبراهيم وانا يعني ادعم كل كلمة اتها اتمنى جدا ان لا يظلم احد في هذا الامر طيب واتمنى اكثر ان لا يفلت احد اساء في هذا الامر لان انا الاوان بقى كل شيء تحط في حجمه خلاص عندنا حتى حتى انا حاسس الالترس ازا قلت الله احنا ما صدقنا رجعنا اتعبوزولنا الدنيا ليه واخد بالك اي جوز كبير من الجماهير مقابلتش حدا مبسوط من اللي حصل ها لكن ايضا ما حدش هنبسط لو بريء اتظلم او لو جاني قفلت العدالة وطالما ان فيه كاميرات ده بقول لك اكسروا الكاميرات كمان يعني حرفية يعني طالع ده محترف حتى وانت بتكسر انت متصور وانت بتكسر يعني اي واي لكن انت رايح للكاميرا تكسرها انت عارف ان فيه كاميرا هنا وشكلها كذا مش عملية يعني تبقى رنقع شوائية كده فانا اللي عايز اقوله الموضوع ده ده متقيل وبيخ جدا وتوقيته سيء جدا لانه زي ما انت وصفت هو مين اللي داخل وفي ايده كرسي عشان يضرب بالكلوم مين مين اللي عمال كل من قرب خطوة يرجعنا خطوات وفي هذا الصياق مش عاجبني قوي سرعة وتسرع الاستاذ سارتويلام في الاحداث باستمره يطلع يعلق متتسرعش انت عليها بس استنى شوان انت عاميه حاجة اه مفترة مداخلة سارتويلام كاملة مع الكابتن شوير هنشوفها بس ها في ترتيب وقتها عايز تقول لي تاني لا خلاص في ترتيبه لاني هنحعلق على فكرة ان كنت تطلع تعلق ولسه دي الامر قيدة البحث صحيح المدير التنفيذي للأهل زي ما قالت بوابة الاهرام العميد محمد مرجان قال لدينا قاعدة بيانات للمشجعين واحنا حرصين على تطبيق القانون على الخارجين لانه يا جماعة انا عندي جمهور الاهل اللي كان حاضر في هذا المدرج اللي كان فيه اولترس اهلاوي قاله مش احنا وملناش علاقة وبنتبرق من اللي حدث طب مين مصلحته بنعرف مين لمصلحة دول لانه دول اللي اخواتهم ماتوا في بورسعيد ودول اللي حصل ودفعوا التمن كتير قوي واللي لسه الناس بتجرب دمهم ما ينفعش يفضل يدفعوا اثمان مجانية كده ما ينفعش هم في مصلحتهم المباشرة عشان يروح الملعب مع ان احنا يعني بحط اصواتنا في المطالبة انه اللي عايزين شامريه بحط 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 انه فيه كلام يعني البناء للمجول بس احنا مش عايزين نقلبها حاسة عربية انا قلت اصدق مرة ما عرفتش فهي اصواتنا تعب تهوي واحنا بنطالب يا جماعة ما فيش دعلال الشامريخ ولا للخروج عن الضوابط اللي احنا حطينها او اللي امن الملعب متعارف متعارف عليها دوليا والله ما هي لا نصاحة ولا وجاها ولا نوع من فرض التقوص الالتراثية ان انا لازم اولع شمروخ اذا كان هذا الشمروخ هيعمل لي مشاكل دلوقتي بلاش منه من اقدر اتفرغ لتشجيع الناد اللي انا بحبه افضل ساند الفرق افضل اعيش لحظة البهجة والسعادة والفرحة انا سمعت مجرد جريب يا فازي برايب انهما اتفوا هناخد شمروخين اتنين بس وصمحا له وهم اضاقوا كم شمروخ اصلا هي مش بطاقة تموين بيت نخشني هوان اللي قلت له مخده انا مش موافع على الشماريخ انا بقول لك سمعت هتيجي تقول لي مش بطاقة تموين انا بقول لك سمعت هذا الكلام اذا كاصل دخل ازاي شماريخ ما هي يعني الاساس حزم استكاوي اصلا سأل السؤال ده وعنده حق الوال الشماريخ ده مش نراجة كتا بخبية وعشان كده اللي بقول لك احنا ليه كده مغرمين نقزم الموقف بدون مبرر بدون يعني بدون داعي حقيقي طب ايه اقول لي ايه المجسب اللي خرجنا بيه الاهل الخسير له هيطلب منه نص مليون جنيه سوف يناقش امر العودة الى استاد القاهرة بعد ما كنا خلاص بعد الماتش ده هتبقى لا لا انا حسنا فاعلت لجنة المسابقات واعتقد ده بالتنسيق الامني النهاردة كان فيه مباراة هتتلعب او طلع قرار انه مباراة الزمالك والرجاء كان مقرر هتتلعب في استاد السويس لا حنرعب بعض القاهرة ده كلام جميل ارجو ارجو انه برضو ما يبقاش ردود فعل فعلية ناخد كل حاجة ورب اضرت النفاع مش يمكن الاحداث دي جاءت عشان تنبعك لخطر اكبر يعني رب اضرت نفاع زي ما انت بتقول واوضح العميد سرق محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الالي انه السبب فيه اصدار النادي اللي بيان سريع ردا على احداث الشغب من جانب الجماهير في مراته اماموننا هو رغبة النادي في ادانة اي اعمال شغب قبل اي جهة اخرى الالي بيمارس مسئوليته الوطنية ودور الوعي وما بده اللي ماشي عليه على طول بظبط لعيب عندي يرغب انا اللي بعاقبه قبل ما دي اصدر الطعام قبل ما اي حد يصدر منه اي قرارات اشار المدير التنفيذي لان مجلس الادارة يريد نقل النادي للعالمية لذلك لن نترك اي اخطاء تمر مرور الكرام وسنكون اول المحاسبين مؤكدا ان كل من اخطأ في مباراة مونانا سيتم تطبيق قانون الشغب عليه ولدينا بيانات كافة المشجعين الذين حضروا المباراة ووجه مرجان رسالة شكر خاصة لكل الذين شاركوا في اقامة مباراة الاهل ومونانا في استاد القاهرة الدولي طيب لما قلت رس اهلاوي يقول ملناش دعوة ونتبرق يبقى احنا كلنا كده ماشيين في اتجاه واحد علينا البحث عن الطرف التالت رجعنا للمربع الاول القديم شوفوا الاندساس وانا اعتقد لما قلت الحكاية فيها انه اه فيها انه اوي ده فيها انه اخواتها بالزبط لانه فجأة تستاد الكاميرات صورة واحد من الشباب البارزين في ستة ابريل اهو موجود في المدرج في مفاجأة من العيار الثقيل اظهرت الصورة الخاصة لبعض جماهير الاهلي صورة احمد زهرة واحد من قيادات حملة ستة ابريل موجود انا ما عرفش الحقيقة احمد زهرة ومعرفش عنده اهتمامات كروية ولا لا ما قدرش اجزم بدا لكن هنقلبها بقى مسرح سياسي وكل فصيل معارض ولا مشاغب ولا رافض ولا بيمارس ارهاب معين يتخذ من الملاعب مسرح لاحداثه دي مشكلة دي مشكلة تفرض نفسها بقى على عناصر الجماهير اللي عايزة تقول ان المدرج للمدرج لا عن الله الايدولوجيات يا سيد زبريل يعني ليس هذا مكانها يعني يعني عندك ايدولوجية روح عندك حزب هي كل الخلافات بسبب صدام الايدولوجية يعني كله علاية على اعدائي بيشتغلوها بالطريقة دي دي مشكلتين هاą اشتركوا في القناة